المنتجات اللي بنشوف مع حضراتكم كل يوم فوائدها واضرارها النهاردة فوائد الكرفس واضرار الفول الاخضر فوائد الكرفس يتميز الكرفس المحتوى المنخفض من الصعرات الحرارية وحسب بل انه يتعدى ذلك لاشمر فوائد صحية عديدة لجميع اجزاء الجسم وخاصة الجهاز الهضمي اضافة الى القلب والاوعية الدموية كمان بيحتوي الكرفس على عديد من المواد الغذائية المهمة مثل مضادات الاكسادة والذي يعد الكرفس مصدر غني بيها كما انه يحتوي على الكثير من المغذيات النباتية واحتواءه على عديد من المعادن والفيتامينات والالياف الغذائية الكرفس بيساعد على تقليل خطر الاصابة بالسرطان وتقليل الدهون ودعم عملية الهضم وتخفيف الوزن لا تقتصر اهمية الكرفس على الجهاز الهضمي لكونه يمتلك خصائص مضادة للأكسادة ومضادة للالتهابات وحسب بل تتعدى فوائد الكرفس اكثر من ذلك حيث تعمل السكريات المتعددة المعتمدة على بيكتين بما في ذلك مركب يضع افايومان واللي بيعمل على تقليل حالات قرحة المعدة اضافة الى انها تعمل على تحسين بطالة المعدة وتعديل افرازتها يتسبب الفول الاخضر في حدوث بعض المشكلات الصحية للي بيعانوا من زيادة في البروتين في اكسادهم وخاصة اللي بيعانوا من مرض النقرس حيث ينتج ما يسمى بالتفول وهو عبارة عن فقر دم ينتج عن نقص انزيم جلوكوز رقم 6 في كرات او خلايا الدم الحامرة وبالتالي يتسبب في حدوث فقر دم حاد ويطلق عليها انيميا الفول كونوا احد مضادات الاكسادة وتسبب تناوله بصورة مفرطة الى الشعور بعدم الارتياح والاضطرابات ومشكلات في الجهاز الهضمي من بينهما التخمة وعسر الهضم وبالتحديد من يعانون من اضطرابات مختلفة في المعدة واستغرب وقت طويل ليتمكن الجسم من هضمه يعتبر الفول الاخضر من الاطعمة غير المناسبة لمن يسعون الى زيادة اوزانهم والتخلص من النحفة المفرطة كونه يحتاج الى ساعات طويلة لهضمه وبالتالي يزيد من الشعور بالشبع وعدم الحاجة الى تناول الطعام كمان بيقلل من عادة الوجبات اليومية وخاصة في حالة تناوله في ساعات الصباح كمان يتسبب في العديد من الاضطرابات والشعور العام بعدم الارتياح وخاصة في حالة تم تناوله قبل النوم او في ساعات متأخرة من الليل اشتركوا في القناة